وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من مشروع تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمانالة علمية وطبية في المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحولها لمدينة طبية عالمية في قلب القهرة في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات أدت إلى انقفاض مستويات الخدمة المقدمة للمطنين قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحولها لمدينة طبية رفعة المستوى من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة وتهيئة بيئة عمل جذبة وتجميل الموقع العام والقضاء على التجامعات العشوائية وميكانة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها وأضف متحدث الرئاسة أن الاجتماع تطرق أيضا إلى ملف تطوير التعليم العالي الذي شهد طفرة كبيرة على عدد من المستويات منها عدد الجامعات التي تضعفت خلال سنوات قليلة من 49 جامعة عام 2014 إلى 92 جامعة العام الحالي سواء جامعات حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة أو فروع لجامعات أجنبية وفي هذا الصدد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأهمية الحاسمة لهذا القطاع في تعزيز الربط بين شباب مصر من الطلاب والخريجين الجدد مع ما يشهده العصر الحالي من تطور سريع ومتلاحق في العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وبحيث يساهم طلاب المصريون بشكل فعال في عملية إنتاج المعرفة ويضع مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية للتعليم العالي والبحث العلمي